اشتركوا في القناة وسباق الخيل عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق العاشرة لهذا الموسم نعم السباق الذي اقيم على كوس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وكوس انجال سموه الكرام سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد الخليفة بجانب كأس العيد الوطني برعاية وزارة الإعلام وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفاب بالسخير كما حذر السباق سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ مليرة بن خالد بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب السمو وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل النائب وقام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس سموه حيث قدم سموه كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وكأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز عقيل حسن وكأس الشوط السابع إلى المالك الفائز حسين إبراهيم العفو فيما قام سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد الخليفة بتقديم كأس سموه إلى المالك الفائز عبدالله فوزيناس كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد الخليفة كأس سموه إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة فيما قام سعادة دكتور رمزان بن عبدالله نعمي وزير الإعلام بتقديم كأس العيد الوطني إلى المضمر الفائز فوزيناس هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط موسيقى